ومن الصناعة إلى جهود الدولة المصرية في توفير وتأمين المخزون الاستراتيجي من سلعة السكر في هذا الإطار بتؤكد دوما التوجهات الحكومية لشركات انتاج السكر المحلي من البنجر بضرورة لاستعداد الموسم القادم من خلال التعاقد مع المزارعين على زراعة محصول بنجر السكر وتوريد المحصول للمصانع لانتاج السكر المحلي من البنجر بما يضمن توفير السلعة في الأسواق وفي منافذ المجامعات الاستهلاكية المختلفة والعمل على سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك بشكل دوري ولمتابع أكثر تفصيلا عن هذا الموضوع وهذه السلعة الاستراتيجية المهمة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور إبراهيم درويش الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة المنوفية أهلا ومرحبا بحدك دكتور وما هي أبرز الإجراءات التي اتخذتها الدولة في الآون الأخيرة لضمان تأمين احتياط استراتيجي من هذه السلعة الاستراتيجية وكل السلعة وعلى رأسها السكر شكرا لحضرتك وشكرا لمشاهديك الكرام الدولة المصرية حريصة كل الحرص على التأمين الاستراتيجي لكل السلعة الاستراتيجية لمدة طويلة لا تقل عن خمس أشهر أو ست أشهر ويمكن عندنا الحمد لله احتياط استراتيجي من الأمحة ستة أشهر قادمة حتى السكر عندنا احتياط استراتيجي للدولة المصرية للسكر التمويني اللي بيباع فيه لبطاقات التموين بحولة من جنيه وستة وستين إرش إلى ما يصل إلى عشرين شهر فالحتياط استراتيجي للسلعة استراتيجية الحمد لله هناك تأمين كامل أما بالنسبة لسلعة السكر اللي يتعتبر اللي يتعتبر السلعة استراتيجية مهمة تقوم عليها معظم الصناعات الصناعات المحصول صناعي اقتصادي كمان تصنيعي انت يكفي بس فقط تعرف ان عندك النحل العسل بيحتاج لكمية السكر قد ايه وبالتالي ده مهم جدا احنا انتاجنا من السكر حوالي 2 مليون و 800 ألف طن انت احتياجك من السكر حوالي 3 مليون و 2 من 10 بيزداد مع الزيارة السكانية عندك فجوة حوالي من 400 ألف 500 ألف الفجوة ديت عشان تتجاه حصل لها يعني استكمال أو ساد هذه الفجوة هناك زيما ذكرت حضرتك إجراءات تقوم بها الدولة المصرية على مصارين متوازيين المصاري الأول احنا عندنا ان السكر عندنا سكر القصب اللي احنا منتج منه حوالي مليون طن من جملة انتاجنا وده متركز في الصيد وبالتالي الصيد طبعا معروف ده جهة حرارة عالية والأرض الطينية والقصب يحتاج إلى كميات مية كتير وبالتالي الدولة بتسعى إلى تطوير زراعة القصب عن طريق الشتلات أعتقد عن طريق الشتلات وتوفر مية وتوفر استهلاك يعني كمان أسمدة وكيميويات ومبيدات وهذا مصاري الدولة بتصرف عليه مئات يعني واللي هو تقريبا بدأ من العام الماضي أو قبل الماضي في كومومبو بدأت عمل حتى محطات لإنتاج الشتلات هذا اتجاه والدولة شغالة به بالإضافة الاتجاه التاني المصاري التاني اللي هو مصار التوسع في زراعة بنجر السكر إحنا عندنا منحافظ على مساحتنا من أصل السكر اللي حاليا بتتراوح ما بين من سنة لأخرى من 320 ألف إلى 360 ألف في فدان تقريبا وبعض الأبحاث تقول حوالي 136 هكتار الأمر لأرقام يعني مختلفة ولكن إحنا بنحاول نحافظ على مساحتنا في الأصل السكر أما كل اتجاه الدولة حاليا زي ما ذكرت حضرتك في الخبر أن هناك تشجيع للمزارعين على التوسع في زراعة البنجر خاصة أن محصول البنجر محصول بيتحمل الإجهادات البيئية ويتحمل مقصة المية بياخد مقصة المية للأصل تقريبا وبيتحمل حتى الملوحة وبالتالي يمكن التوسع فيه وهنا بنكلم عن المصادر في البحث العلمي دكتور هل المصادر السكر الموجودة في مصر فقط من زراعة قصب السكر سواء بالشتلات والمعامل البحثية اللي قامت بتنفيذها وزارة الزراعة وصلاح الأراضي وبالإضافة للتوسع في زراعة البنجر السكر أم هناك تفكير جديد ويوجد محلين أيضا في نبات مثلا زي السيفيا للحصول أيضا على بعض السكر المحلة منه وتخفيف أو تقليل الفجوة منه أنا مع حضرتك تأمل أن هناك أبحاث جديدة وبعض تحاولنا تضيف بعض المحاصيل الجديدة لكن ما زال الاهتمام في الدولة المصرية على المحصولين الضائسيين الأصب والبنجر خاصة أن البنجر السكر احنا يقدر نتوسع به في الأراضي الجديدة ويمكن أنا ببشركم ويشر المشاهدين الكرام أن هناك مشروعين كبار في الدلتا مصر الجديدة حوالي 35 ألف فدان يتم استحسابه فيتم ازرائتهم بنجر السكر كذلك هناك حوالي 14 ألف فدان في غرب المينيا ويتعاملهم مصانع يعني متكاملة لإنتاج السكر من بنجر السكر هناك يعني توجه للدولة في التوسع الأفقي لزيارة المساحات المنزرعة إلى بمحصول بنجر السكر حتى يمكن أن نقل الفجوة ونسدها ونقللها من سنة إلى أخرى بالطبع حتى نصل لمسألة التوازن في حجم الإنتاج وحجم الطلب الداخلي على هذه السلعة الاستراتيجية بشكرا أنت عارف حضرتك أن السلعة دي كمان بره شعرها كسر بأزداد لأنها بتنتقل من مجرد بالطبع في دول متقدمة عننا أو بتزرع زي البرازيل أو بتحتفظ بيها لإنتاج بعض المواد التي تستهلك في الوقود بالطبع بشكرا شكرا جزيلا رسال دكتور إبراهيم درويش الأستاذ بكلية الزراع بجامعة المنوفية على كل هذه المعلومات التي أفتنا بها في هذه السلعة الاستراتيجية التي تحول الدولة وتسعى جاهدة لتوفيرها وتوفير مخزون استراتيجي منها ليصل لأكثر من 20 شهر